عقد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي لقاء مع عدد من نواب المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنصيقية جباب الأحزاب والسياسيين تناول الاجتماع عرض الموقف المائي في مصر بكافة أبعاده ما تقوم به الدولة من جهود بهدف ترشيد استخدام المياه وذلك في إطار المشاركة المجتمعية للتوعية بقضية المياه فضلا عن استعراض عبد العاطي لحجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر على رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية كما أشار إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تهدف لترشيد استخدام المياه ولتعظيم العائد منها وتم خلال اللقاء اقتراح مشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنصيقية جباب الأحزاب والسياسيين في أسبوع القاهرة للمياه القادم والمقرر عقده خلال شهر أكتوبر 2021 كما تم الاتفاق على تكثيف التواصل بين نواب التنصيقية ونظرائهم من الدول الأخرى خاصة الدول الأفريقية لعرض حجم التحديات المائية التي تواجهها مصر ترجمة نانسي قنقر